سيد النائب ايه هو القانون واشتراطاته وانا عارف انكم في اللجنة يعني تقريبا ما استباتوا في المجلس طيب يعني احنا عشان بس ندي صورة عامة هو القانون الغرض منه انك انت اولا تدخل اقتصاد كان موازي غير موجود غير مرئي بالنسبة للدولة بتدخله فيه الاقتصاد الرسمي من خلال انك انت بتسهل اجراءات اصدار الترخيص الخاصة به 316 نشاط متعلق بالانشطة الاقتصادية اللي ممكن يكون اي حد فتحها في اي مكان في اي شارع في اي مدينة بحيث انك انت تقدر تسهل وتيسر دخول هذا الاقتصاد الموازي الى الاقتصاد الرسمي للدولة يبقى القاعدة العامة ان احنا بنقنن اوضاع برضو بعض النمازج من الانشطة اللي كانت غير مدرجة بشكل كبير جدا في الاقتصاد المصري في نفس الوقت انت برضو في بعض الاشتراطات الميسرة واللي بنسهل بيها على الناس علشان محدش يبقى الان او مضطرب هو انا هدخل في هذه المنظومة ايه الالتزامات اللي عليها طمنا بره افضل طمنا بره ما عنديش رقابة برضو ده حيفيد كتير جدا في مسألة العمالة غير المنتظمة لان حجم العمالة اللي شغالة في هذا القطاع عمالة كبيرة جدا ومعظمها بيبقى غير مؤمن عليه لانه طبعا اقتصاد غير رسمي في نفس الوقت انت برضو بتبحث الى انك تقنن هذه الانشطة داخل برضو بعض العقارات فيها بعض العقارات الغير اللي مش قانونية اللي كانت طبعا مخالفة فانت شوف حولك حاجة هو الفلسفة العامة للقانون انت بتطبط اوضاع كانت مختلة لسنين طويلة جدا يعني تركت لأسباب عديدة ترهلت اصبح في حالة من يعني الناس خلاص شايفة الوضع ده بالنسبة لها افضل لكن ده وضع يضر صاحب النشاط يضر العامل اللي في النشاط يضر ايضا الدولة اللي كانت مش شايفة هذا الاقتصاد بشكل او باخر مش مسألة ان انت تلم فلوس من الناس بقدر ما انت بتطبط حالة كانت عشوائية لسنين طويلة جدا فلسفة دي الفلسفة العامة ليه القانون عندنا نمازج طبعا زي ما احنا كنا بنتكلم في قبل الهواء يعني زي اللي هيقدم على ترخيص جديدة اللي اصلا حاصل على ترخيص اللي له نشاط مش مرخص فيه عقار مرخص او انه له نشاط غير مرخص فيه عقار مش مرخص يعني كل دي نمازج اتعامل معها القانون بشكل من التسهيل ويرتسهيل بحيث ان احنا نسهل للمواطن او نسهل لصاحب النشاط انه هو يدخل في الاطار الرسمي للدولة يكون عايش مطمئن ما فيه شيء مهدده العمال او العمالة اللي شغالة في هذا القطاع اللي احنا نسميها عمالة غير منتظمة هذه العمالة يكون مؤمن عليها بشكل ايجابي لان طبعا خلاص لما المحل مرخص يبقى العمالة اللي فيه عمالة مرخصة لان نشاطه كله حيبقى تحت رقابة الدولة